ضربة كبرى من النواب ويتحرك لتغليض عقوبات احتكار السلع النائب أحمد مقلد وعشرة من زملائه بيقدموا مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك والهدف منه هو تجديد العقوبة على اللي بيحتكر السلع الاستراتيجية عن الناس والمشروع بيقول ان اللي يخفي السلع الاستراتيجية او ما يعرضهاش للبيع او يمتنع عن بيها هيتحب السنة على الاقل ويدفع غرامة من 250 الف جنيه لتلاتة مليون جنيه او ما يعادل قيمة البضاعة اللي حبسها ايهما اكبر ولو اتكررت المشكلة تاني او اتكرر الاحتكار تاني هيتحبس الشخص من سنتين على الاقل وبيوصل لخمس سنين كحد اقصى وبتتضاعف قيمة الغرامة ممكن توصل لستة مليون جنيه في كل الاحوال هيتم ضبط السلع اللي اتحبست او تم احتكارها وهيتم مصادرتها وهيتم نشر الحكم في جارتين كبار على نفقة المحكومة عليه وهيتم اغلاق محل المدة ستة شهور كحد اقصى المادة 8 من قانون حماية المستهلك بتقول انه ممنوع حبس السلع الاستراتيجية عن الناس باخفاءها او عدم عرضها للبيع او الامتناع عن بيعها رئيس الوزراء هيتكفل بتحديد السلع الاستراتيجية وضواب التداولها والجهة المختصة بمتابعة الموضوع المادة التانية من مشروع القانون بتقول انه هيتم نشره في الجريدة الرسمية ويتم العمل بيه من اليوم التاني لتاريخ نشره ده كان ملخص اهم التعديلات اللي هتتم على قانون حماية المستهلك اللي بيعرضها مجلس النواب والهدف منها هو حماية حقوق المستهلكين وضمان توفير جميع السلع وخصوصا السلع الاستراتيجية مين عنده اسئلة لخصوص الخبر ده وهل حضراتكم شايفين انا مجلس النواب بيعمل بجد واكتهاد فعلا عشان يحل الازمة اللي احنا فيها اصله لما يتم اقرار مشروع قانون فيه الشخص ممكن يتحبس لخمس سنين سجن او يدفع غرامة بتوصل لستة مليون جنيه في حالة العود ويرتكب هذه المخالفة اعتقد مستحيل مستحيل يحبس السلع اصلحة بنتكلم على احتكار فمستحيل يحبس السلع او يحجب السلع الاستراتيجية خلينا نتكلم على السلع الاستراتيجية زي السكر والرز والزيت احنا بنتكلم على سلع اساسية وما ينفعش ان احنا نلعب فيها لان الدولة كلها والشعب المصري كله فقير وغني متوسط الدخل وعلي الدخل كلهم بيستخدموا هذه السلع الاستراتيجية اذا كان رز او زيت او سكر احنا بنتكلم على الاساسيات فاعتقد ان هذا المشروع هيخلي التاجر يفكر الف مرة قبل ما يحتكر السلع انا برضو منتظر رأي حضراتكم في التعليقات اسفل الفيديو اشتركوا في القناة